مرحبا يا رجل كيف سأعطيكم في الفيديو جديد من قناتي اسراء غامر اليوم سأعطيكم تسريبات اليوم سأعطيكم تسريبات عن اللعبة عن تسريبات لا شرار دمان سأعطيكم تسريب عن كرة القدم يعني فرجونا شكل الملعب سيكون الشكل النهائي وكثير اشياء سنستكشفها مع بعض بهذا الفيديو ان شاء الله بس قبل ما نبلش هذا الفيديو ما تنسى انكم تشتركوا بالقناة اذا ما نكون مشتركين عشان انكم تنضموا لعائلتنا الحلوة وكمان حتوا لايك لهذا الفيديو اكيد اشي كثير ضروري فحتوا لايك عشان نوصل هذا الفيديو الى اكبر عدد من النايكات وبس بحبكم كثير كثير هلأ خلي مبلش كمان قبل ما نروحوا نشوف التسريب اعملوا لي كمان فولو على يوني اللي هو هم في بيك اكستي اسمي اسراء غيمر لكو رقمي 0000 عم نزل كثير صور مع اصدقائي مع متابعيني وبس هيك صور تبعي وكمان بقدر نزل صور انو مصربي تبع الفيديوهات الجايه يعني هيك عم باخد صور المهم فعلا خلي قايز نبلش نحكي عن التسريب فطبعا قايز نيمدا اللي هو اخ الادمن اذا ما بتعفوه اخ الادمن تبع بيك اكستي هو الادمن اكيد تعفوه فاللي عامل يعني بيك اكستي اخوه نيمدا فنزل صوري على الانستجرام عشكل تسريب انو تسريب قايز كثير محير فيه طبعا صوري تبع ملعب وكاتب اشي رح فرجيكم قايز هلا الصوري فاللي نفوت مع بعض على الانستجرام ونشوف الصوري ونشوف البوست او المنشور اللي نشر لانه هو طبعا نشر هيك منشور بحكي فيه عن هاي الملعب فالليتس جو نشوفو يلا فا اطبعام لكوا هنا بالانستجرام هذا هو حساب النمدا فا اوكي اعتقد هذا محسابه لانه اوين الملعب اوكي مو هاد هو حسابه اوما يكاء اوكي 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 اوه وهاد هذا مانه حسابه الرئيسي اعتقد باااا، كيف الامام في كثير 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 تبعا حسابات تبع نمدا وهذا ما نحسابه الرسمي بس معني متأكدة السراحة المهم فيه صورة نزلت ومتأكدة انها يعني معنىها بس كذب يعني انها حقيقية فا ياب شوفوا قايز الصورة او ماي جود يعني حنجد ما بعرف كيف بس او ماي جود كمان منزل هيك انه صورة قبل كم يوم او ماي جود بينزل هيك تسريبات يعني او ماي جود ما بنعرف من وين بيجيب هدويل الرسمات بس المهمة علينا هاي الصورة كثيرا يعني كتب شخص شافوه فاليكو قايز لو ملاحظين انه هاي الصورة فيها انه جزيرة تبع يعني جزيرة هديك عرفتو جزيرة المرح اللي فيها حاليا هلو كتيو هيت فاليكو فيه ملعب كرة قدم او ماي جود مصدقين القطع فاهمت اكدة انه هادي الشخص رح يكون شخص موشتغل يعني بيشتغل مع بيك اكس دي وقاعد بيسرب اه يعني الشغل تبعهم يب بس راح في كثير حسابات كأنه بتتسرب اشياء او شغل تبع بيك اكس دي بس راح معاني متأكدة املا شوه المصدر الحقيقي تبع هاي الصورة بس شوفوا كأنه ملعب حقيقي يعني منفوت بنلاقي ليكو مكان تبع الجمهور ليكو طائرة ليكو الطيارة تبع zero gravity اعتقد انه فينا انه نركب فيه وطبعا قايز راح تقولوني انه ليش فيه كثير اشياء تبع كرة القدم هالايام فاكيد راح تكونوا بتعفوا انه فيه يعني اللعب تبع كأس العالم قايز تبع كرة القدم صراحة انا ما بتبع ابدا الكوريا بس يعني هاي كأس العالم فالكيل الكيل حاليا مهتم بالكوريا عشان انه كأس العالم فبقطر فأو ماي جود فكل الالعاب تقريبا بيعملوا تحديثات عن الكوريا وكثير اشخاص عم تحكي عن الكوريا وكل الكل حرفيا بيعرف عن هذا الاشي وخلص يعني موضوع اللي حاليا الكلام يحكي عنه عشان كبك اكسر راح يعملوا هالتحديث وطبعا حاليا عم ينسلونا القطع تبع ملعب اللي احنا فينا نعمله بالمابات تبعنا وكمان من نفس الوقت اعتقد انه راح ينزل هيك تحديث اعتقد انه راح ينزل بالايام اللي راح يكون فيها انه راح يلعبوا يعني بالواقع بالحياة واقعية راح يلعبون عشان كأس العالم فاعتقد انه واو بشي كثير بيجنن او ماي جود بشي كثير كثير جايز بجنن انه بيك اكس دي يعني يضيفوا هيك انه تبع كأس العالم فا او ماي جود وفي كما الديكور كثير كثير بيجنن تسراها فعن جد كثير متحمصة او ماي جود واو كثير متحمصة ليكم جايز حتى من بيك اكس دي غيروا من صورة البروفايل تبعهم وعملوا صورة تبع كرة القدم بمعنى انه اكيد راح يعمل تحديث عن كرة القدم راح يضيفوا هيك ملعب واشياء فا كثير متحمصة جايز وبس يا جايز راحة كثير كثير متحمصة للتحديد و رح فرجيكم وين راح يضيفوا الملعب ان شاء الله يعني سراحة كثير متحمصة وانا سراحة ما بعرف امتى راح ينزل التحديد يعني متى راح يعملوا هاي الملعب بس كثير متحمصة و اعتقد ان راح يعملوا اليوم اللي راح يكون في اللعب يعني اليوم راح يلعبوا فيه بالحياة الواقعية انه بقطر انه عشان كأس العالم فيب اكتبوا لي بالتحديقات لو انتو بتابعوا كوريا شو هو افضل لعب كوريا عندكن فيب وهل انتو بتلعبوا كوريا بتحبوا كوريا القدم انا اسراحة بحبها بحب كوريا القدم ويعرف لو كنت تعرفől العبها وهيك بس انا نحب اني اتابعها انو احش انو هيك انو متابعةة الكوريا عندهم چووي انا نحب تابعها كريو بالتحديقات انو أفكيه بسك ما احش انو بدي اتبع كوريا يعني بقدر اتبعها بس لمده الدقيقية انو ما قادر اكمل المهم افع بالنسبة للكوريا بحبها سياحة ياريت لو كنت بقدر الاعباء زي ما قلتلكم بس ما بارف كارب لكم ما ما بتعبها كثير يعني مع انو ما بقدر اتابعها يعني هيك انو اتابع هيك انو ماتش تبع الكوريا فخلاص ما بتعبعها بالمرة و ما باهتم فيها يعني كثير ما باهتم فيها أصلا بالمرة يعني فيب اكتبوا لي بالتعليقات هل انتو بتابعوا كوريا وحب تهتموا فيها وهيك ولا لا فيابوا شوفت اللعب كرة قدم عنكم لو كنتو بتعبوه المهم و بس طبعا جايز قدمت حمسة او كمان جايز قريبا رح ينزلوا الصندوقين الاخيرين تبع كرة القدم اللي فيون الملعب فعشان هيك اشتركوا بقناتي عشان انا عم نزلكم كل يوم الاماكن تبع الصناديق بالقناة فالمهم بس هيك رح نخلص هالفديو اشتركوا بالقناة كمان احبتوا لايك لهذا الفديو بس بحبكونا كثير و باي باي اشتركوا في القناة